تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي للمخدرات بمقاطعة وسط لشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة قضية نوعية متمثلة في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير مشروع بالمخدرات الصلبة هيروين كوكاين والاتجار بالبشر هذه الشبكة متكونة من أربع عشر مشتبه فيه أربع من جنسية جزائرية وعشر أخرين من جنسية أجنبية تتراوح عمارهم بين عشرين إلى خمسة وربعين سنة من خلال التحريات التي قامت بها ذات المصلحة تبين أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل كانوا يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكاين والهيروين عن طريق ابتلاعها في شكل كابسولات ليتم بعدها استخراجها ومسجها بمواد صيدة لانية وترويجها في الوسط الحضاري بما يعرف بمادة تشوشنا أصفرت العملية على ضبط 1 كيلو و500 غرام من المخدرات الصلبة ممثلة في 780 غرام من مادة الهيروين 670 غرام من مادة الكوكاين 50 غرام من القانب الهندي مبلغ ما ليقدر ب86 ألف دينار جزائري و100 يورو سيارتين سياحيتين 13 هاتف نقال مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المسج وتحذير المخدرات كمبيوتر محمول